خلينا نروح لموضوع تاني مهم اذا كان الدولار هو حديث المصريين فالارهاب الذي يكتح العالم الان هو حديث كل دوائر صنع القرار في العالم كل مؤسسات الحكم في العالم وتحديدا العالم الغربي واقف على قدم وساق بسبب تفاقم الاحداث الارهابية بلجيكا اتضربت وحصل فيها احداث ارهابية فرنسا عاودوا القرار بدل المرة اتنين وثلاثة واخرها منذ يومين حدث مقتل كاهن باحدى الكنائس الفرنسية زبحا على يد اتنين من تنظيم الارهابي داعش اللي بيسموه آل تنظيم الدولة الاسلامية والاسلام منهم براء الارهاب طال امريكا طال المانيا طال معظم دول العالم السعودية لو بنتكلم على دول المنطقة قرب المسجد النبوي عندما حدثت مؤخرا في ليالي رمضان الشريفة عايز اقولك الارهاب النهاردة موجود في كل مكان في العالم ممكن تركب مترو في اي دولة في العالم دولة اوروبية دولة امريكية تلاقي واحد ارهابي طالع بكلاشنكوف بمسدس بسكين الى اترو عايز اقولك ايضا وذكرك ان مصر طلبت منذ اكثر من عامين بان يتحد العالم لمحاربة الارهاب امريكا واوروبا عندما زرعوا داعش في قلب المنطقة العربية ومولوها من خلال تركيا كانت تصوراتهم ووجد نظرهم ان داعش ستعيد خريطة او تقسيم العالم العربي وفق الهوى الامريكي الغربي الاسرائيلي لكن هم برضو لم يتعلموا الدرس من تنظيم القعدة العمليات الارهابية انتقلت اليهم وذا انت ربيت وحش في البيت عشان يأكل جيرانك ولا اعداءك فتوقع ان الوحش ده هينقلب عليك في يوم الاياب ده حصل حصل النهاردة من خلال العمليات الارهابية واللي بتعلنها داعش بشكل سافر وواضح مفيش اي عملية ارهابية النهاردة كبيرة او صغيرة بتحصل في اي دولة من دول العالم الا وداعش هي المسؤولة عنها ويطلع المتحدث او فيديو او اي حد محسوب على تنظيم داعش يتفاخر بان احنا بنقتل اعداء الاسلام والقوى الصليبية ودولة تحالف الشر ضد الدولة الاسلامية ده منطقهم واحنا قلنا الاسلام منهم براء انت في قضية تفكيك الارهاب في العالم ما ينفعش كل دولة على حدة وجهه لازم يكون فيه اتفاق دولي كامل على ضرورة محاربة الارهاب لنحي الخلافات السياسية والعقائدية على جنب ولازم العالم يجتمع ويقرر لما فرنسا اتضربت منذ ما يقرب من عام في اكتر من ثلاث مواقع رئيسية فرنسا شنت حرب على داعش وبعت الطيران هو انا لازم اتضرب والارهاب يجيلي عشان ابدأ اتحرك بمنطق رد الفعل ولا كل دول العالم لازم تتحد وتعرف ان هي في محاربة الارهاب ومحاربة تنظيم داعش الارهابي فده بتحمي نفسها والوقاية خير من العلاق مصر حربت الارهاب بشكل كبير ولا تزال فاكرين سينا فاكرين الاحداث الارهابية التي كانت تطال عدد كبير جدا سواء من ضباط الجيش او الشرطة او المدنيين المصريين الارهاب النهاردة احنا كنا بنحربه منذ ما يزيد عن ثلاثة اعوام محاربة بادينا احنا كمصريين سواء ممثل في مؤسسات الامن او كمواطنين والعالم كان سيبنا الوحدين كانت داعش فاكرين لما قتلت خمسة وعشرين من خيرة ابنائنا المصريين في ليبيا ونجحت الطائرات الحربية المصرية ان تذهب وتقصف مواقع داعش في ليبيا كانوا متصورين ان داعش هتدخل مصر من خلال ليبيا من الغرب ويعلنوا امارة على قرب الحدود الليبية وتصوروا ان داعش عندما تسيطر وتظل في سينة تستنزف جهود الامن والدولة المصرية يقدروا يفلتوا بسينة لكن الحمد لله تحية لكل جندي مصري سواء في الجيش او الشرطة اللي نجح ان يزود عن حدود بلاده وان يحمي الوطن لكن انا شايف ان مصر عليها ممثلة في مؤسسة الرئاسة ثم الحكومة ثم وزارة الخارجية ان تنتهز فرصة انتشار الارهاب في كل دول العالم بهذا الشكل دول العالم الكبيرة والرئيسية وتطالب عقد مؤتمر دولي للارهاب لازم العالم كله يتحد علشان يواجه الارهاب الارهاب النهاردة ما فرقش بين اي حد بين اي دولة ثم وصل الى فين وصل الى معقل المؤسسات الدينية وصل الى دور العبادة لما اتنين من ارهابي داعش يصلوا الى الكنيسة احدى الكنائس الفرنسية ويزبحوا الكاهن فده طبعا امر صعب او يفجروا اربو المسجد النبوي خلي بالك انا جايب لك مثال بمعقل ديني اسلامي له قدسيته هو المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ومعقل ديني مسيحي دور عبادة مسيحية وهي الكنيسة هنا بيزبحوا ويزبحوا الكاهن والاسلام منهم براء في كده لان في الحديث الشهير للرسول عليه الصلاة والسلام من ازى زميا فقد ايه ازاني انا عايز اقول ان انت لازم كدولة مصرية تبني على ما حدث تنتهز ما جرى وان انت تدعو وتخاطب دول العالم وتقول لهم انا حربت الارهاب بايدي بقواتي وانا في النهاية هستمر على ده علشان محدش يحتل بلادي لكن ادعوكم لعقد مؤتمر دول العرهاب ولتكن الدعوة تخرج من مؤسسة الرئاسة وليعقد هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ وتبقى بداية على الان لنقول للعالم صوت مصر واصل وعلي علينا ان ننتهز ده وعلينا ان ننتهز الاحداث لنبني موقفا جديدا هو ده اللي مطلوب النهاردة من مؤسسة الرئاسة ومن وزارة الخارجية لكن الارهاب سيطال العالم اجمع ولن تخرج منه دولة سليمة اذا ظل العالم يعيش في جزر منتج